إلى الأردن الآن حيث أعلنت قوات حرس الحدود الأردنية عن قتلها لخمسة أشخاص حاولوا التسلل عن طريق معبر التنف الذي يقع على المثلث السوري العراقي مع الأردن يشار إلى أن المثلث الحدودي يضم مخيم الركبان داخل الأردن على الحدود مع العراق لإيواء النازحين من مناطق تدمر ويضم مخيم الركبان معسكرا لتدريب مقاتلين معارضة بإشراف الولايات المتحدة وتعني سيطرة القوات الحكومية السورية على منطقة التنف بقاء طريق دمشق التنف وبغداد التنف آمنا لتدفق الأسلحة والمقاتلين الموالين للقوات الحكومية في مرحلة لاحقة في حال استطاعت القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد العشائري تأمين الطريق الدولي بين مدينة الرمادي ومعبر التنف الذي يتجاوز طوله 310 كم عبر صحراء غير مأهولة لا يزال تنظيم الدولة أو ما يسمى بالدولة الإسلامية ينشط فيها التضييق على داعش في الرقة وفي الموصل اندفعت مجموعات من داعش إلى مناطق مثلا يخشى أن تكون في منطقة التنف هذه الحدودية مع العراق ومع سوريا مناطق الركبان بالمناسبة وهي تضم عائلات وأفراد تابعون لداعش بمعنى أنها مخيم حاضن لكل أفراد داعش وعدده سبعون ألفا وليس بالبسيط كذلك الأمر فيما يتصل بالجبهة الجنوبية حيث هناك أخبار عن وجود قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله معنا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن ومن أربيل الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أحسان القيسون أهلا بكم أبدأ معك عميد تركي الحسن هناك اتفاق أعلن عنه أو سرا وعلنا ومعروف بين الولايات المتحدة وروسيا حول مناطق عدم الاستضام فوق الأراضي السورية التنف واحدة منهما المتحدث باسم التحالف الدولي رايين ديلند قال في هذا الاستوديو منذ حوالي الأسبوعين لأنه هناك تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة رغم ذلك القوات الحليفة للحكومة السورية ما تزال في كل مرة تحاول التقدم باتجاه الحدود العراقية لماذا وعلى أي أساس وما هو الغطاء مساء الخير لك والإخوة الضيوف أنا أعتقد أن ما ذكرته الآن حول توجه القوات السورية للوصول إلى الحدود لم يعد معبر التنف كمعبر بحد ذاته هو النقطة الأساس طالما أن الفكرة كانت تقوم على إسقاط مشروع موجود في البادية يراد من خلاله استبدال داعش بالمجموعات التي دربت في الأردن وهذه المجموعات تقودها الولايات المتحدة وبالتالي احتلال منطقة البادية امتدادا من الحدود الأردنية وصولا إلى منطقة البوكمال وهذا الأمر لا يمني عود خافيا عندما توجهت القوات باتجاه معبر التنف صحيح جرت هناك إنزارات وجرأ هناك أصفضام وبنفس الوقت القوات الأمريكية أعلنت عن ما يسمى منطقة أمان يعني لقواتها في منطقة التنف حوالي 50 كيلومتر المفاجأة أن القوات السورية غيرت الاتجاه حافظت على نفس الاتجاه وهو اتجاه طريق التنف واتجهت من اتجاه آخر وهو من تدمر واتجهت باتجاه الحدود السورية ووصلت إلى الحدود السورية في ظل 24 ساعة تقدمت 100 كيلومتر ووصلت إلى النقطة المطلوبة الهدف الأساس للقيادة السورية في اعتقادي أنه كان الوصول إلى نقطة الحدود السورية العراقية المشتركة لماذا في حيث الإنجاز هو يعتبر إنجاز استراتيجي لأنه في هذه الحالة أغلق على المشروع الذي كان يتقدم من اتجاه الجنوب باتجاه الشمال وبالتالي تصبح داعش في هذه الحالة في القسم الشمالي محصورة بين القوات السورية وصورا حتى مدينة ديرزور وحتى الحدود العراقية وداخل العراقية أنا أعتقد أن هذا الكوريدور إذا انصح تسميته كذلك هذا الخط الموازي لخط التنف بغداد هل يمكن من الناحية العسكرية الدفاع عنه في هذه المنطقة الصحراوية ومن هنا السؤال أنه إذا كان يهدف إلى فصل هذه المناطق عن بعضها فإلى أي مدى هو يستطيع أن يصمد بمقابل هجمات تقديري أن هذا ليس كوريدورا هو عبارة عن بطول 100 كم وعرض 20 كم جرى التقدم به سريعا والوصول إلى الحدود هذا لن يقف عند هذه الحدود يعني لن يقف عند عرض 20 كم أو أن يكون كوريدور سيتم توسيع هذا الكوريدور واعتقد أن الجميع يدرك تماما أن البادية هي عدد سكان لا يوجد بها الآن غير مأهولة لا يوجد بها إلا المجموعات المسلحة وبالتالي القوات السورية من ضمن مهامها المستقبلية أن تتجه لطرد داعش والقضاء عليها في المنطقة من الخط الذي فتحته من جديد وباتجاه الشمال واعتقد أن نقطة الحدود وهو ما عبر عنه بيان قيادة الجيش ستشكل قاعدة ارتكاز من أجل متابعة المهام باتجاه الشمال أي أنها ستتجه باتجاه مدينة البقمال وقوات العراقية والحجد الشعبي تتقدم كما تعلمون من غرب جنوا باتجاه القائم أو باتجاه البقمال السورية وبالتالي تصبح القوات على جانبي الحدود وهنا تبدو المعركة صحيحة لأن الهدف هو داعش بطبيعة الحال العراق يعاني من داعش سنفصل أكثر في هذه النقطة بعد قليل العميد الحسن سمحت لي أريد أن أسأل لواء القيسون عن نفس النقطة أريد قراءتك لهذا المشهد ولهذه الديناميكية التي نشهدها في شرق سوريا في منطقة البادية تحديدا وما يحكى تارة عن وجود اتفاقات وتارة أخرى عن نقد لهذه الاتفاقات من أطراف معينة تحديدا تحية لك وتحية لضيفك الكريم معركة البادية هو تطور جديد في الحرب السورية ولا نستطيع فصلها عن الاستراتيجية العسكرية للنظام السوري وحلفائه ويبدو النظام السوري بدأ بتنفيذ الهدف أو بتحقيق الهدف الاستراتيجي الإيراني هو وجود طريق بري يربط بين دمشق وبغداد ومن ثم إلى طهران وربط حزب الله والميليشيات الموالية لإيران بهذا الخاط وكانت هذه الأرض العربية هناك طريق يسمى طريق الحرير وطريق يسمى طريق البخور ولكن هذا الطريق هو طريق لنقل المقاتلين والميليشيات والأسلحة والأعتداء لتدمير وقتل الشعب السوري إذن ما نسمي هذا الطريق نسميه طريق الموت أو طريق الدم الذي تشعى الحكومة السورية لواء القيسون عن توصيفات إن كانت عقائدية أو عاطفية أو شعرية أو غيرها نتحدث هنا بخبرتك العسكرية في هذا المجد أريد قراءتك العسكرية لما يحدث هل هناك تتحدث عن تسابق على الحدود العراقية إذا كان هناك اتفاق أمريكي روسي في أن تكون منطقة البادية هي منطقة عمليات أمريكية هل تستطيع إيران مع حلفائها البحليين في الداخل السوري أن تخرب هذا الاتفاق؟ نعم تستطيع لها قوة موجودة على الأرض وهناك ميليشيات أعلن قائد أحد الميليشيات في العراق بأن البدر الشيعي سوف يكتمس سوف تتقدم هذه الميليشيات نحو نقطة الوليد ومن ثم تتقدم الميليشيات من الجهة السورية نحو معظر التنف ويكون هناك البدر الشيعي كما وصف هو هذه المعركة معركة البادية لدى أهداف استراتيجية كثيرة بالنسبة للنظام السوري الهدف هو توسيع النفوذ معركة توسيع النفوذ وثانيا تعتبر معركة التحسب لتقسيم سوريا سوريا المفيدة لا ننسى وأيضا تعتبر معركة تأمين طريق بري كما قلت يربط مع طهران ودمشق وأيضا تعتبر معركة اليد الطولة أو اليد الطويلة للنظام في هذه المنطقة أما بالنسبة إلى الثوار فإنها تعتبر معركة بتر العياد الطويلة وأيضا معركة توسيع النفوذ في هذه المنطقة ذو الأهمية جيو عسكرية بالنسبة للجميع التحالف وجد منطقة سميت بمنطقة عدم التصادم وهي منطقة آمنة في جنوب شرق سوريا قصف العرتال القريبة هذا بالفقه العسكري نسميه مبدع حماية القوات الاستباقية فلذلك قوات التحالف بدأت بقصف أي قوة أو ميليشيا تقترب من هذه القوات قوات التحالف الموجودة في هذه المنطقة ولكن مع كل الأسف سيدة العزيزة الثورة السورية سميها ما شئتي الثورة الحراك بس هؤلاء المجموعات التي تدعمها الولايات المتحدة وتدربها في هذه المنطقة لواء القيسون هدفها أو مهمتها هي مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية وليس مقاتلة النظام السوري وبالتالي لا أعرف إن كان يصح هنا تسميتهم بصوار أو بالمعارضة لأن الولايات المتحدة تحكم تحديد الأهداف التي سيستخدم السلاح الذي يعطى لهم بها هي معنية بمقاتلة الميليشيات الموالية لإيران ولكن لو عدنا إلى الخلف قليل الثورة السورية بدأت بإخلاء الشعب السوري أراد الحرية والكرامة ما اختلفنا على هذا الموضوع دعني أذهب لسيد تركي الحسن لأنه خارج سياق هذا المحور اليوم سيد تركي الحسن التصارع الأهداف هذا في هذه المنطقة بالذات التي تحاذي الحدود العراقية والحدود الأردنية على حساسية الوضع الموجود هناك ألا يخشى من أن يعيد خلط الأوراق كلها في المنطقة والترتيبات التي استغرقت وقت طويل للتوصل إليها بين الروس والأمريكيين تحديدا أنا لا أعتقد أنه أحد ينكر على الدولة السورية أن تستعيد سيطرتها على أراضيها ولا أحد ينكر على الجيش السوري أن يحارب داعش وبكل أسف الضيف الكريم يقول أنهم السوار في منطقة البادية ولا يوجد هناك إلا داعش يعني عندما يصف داعش بالسوار وهي المصنفة إرهابية ومتفق عليها عالميا أنا لا أريد أن يكون هناك سجار فأنا على الأقل فهمت الكلام بهذا الشكل تفضل أنا لا أريد أن يكون هناك سجار ولكن أصنف في المجموعات كما هي المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة والتي جهزت في الأردن هي عبارة عن مجموعة من الفصائل المسلحة كانت تقول أنها جيش حر والآن تعمل تحت المظلة الأمريكية يراد كان لهذه المجموعة أن تسيطر بدلا عن داعش على البادية الآن في القرار الإستراتيجي قطع وأنهي هذا الموضوع نعم الولايات المتحدة حاولت سني القيادة السورية عن التقدم باتجاه التنب وتعرضت القوات السورية إلى ضربتين وهي تتقدم مع حلفائها ولكن هذا الأمر وتحت اسم مسميات خطوط حمراء وهذه الخطوط الحمراء الآن كسرت عندما وصلت من اتجاه آخر ووصلنا إلى الحدود الآن قطع المجموعات الإرهابية باتجاهين الجهة الجنوبية والأسف عميد الحسن لأنه دخلنا في الدقيقة 59 تهى وقت البرنامج منذ دقيقتين شكرا جزيلا لك عميد ترجل حسن من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي من أربيل الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء إحسان القيسون ختم حلقة اليوم من العالم هذا المساء ترجمة نانسي قنقر